الكلمتين اللي نطاقهم محمد كان بيقول لمامتو كل سنة وانتي طيب الناس بتعيد الام سيادة رئيس استجاب لعلاج محمد والكلام اللي قالته الحجة سعاد مامتو وهي بتقول انا ما بقيتش قادرة ساعده فخدوه حطوه في مكان ولو مش هتعرفه تفهموه او مش هتفهموه وبيقول ايه انا ممكن اروح معاه استجابة سريعة جدا من سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الحجة سعاد والابناء هم سكنين في عزبة الولدة بمنطقة حلوان وربنا يعز سيادة كسية رئيس ربنا يعزك يا رب وحضرتك دايما كده بتعز الناس وشايفهم وسامعهم فربنا يعزك دايما يا رب وينصرك يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه غير انه ربنا يعزك زي ما انت كده بتاخد بايد الناس وبتحس بيهم كده وبتلبي لهم طلباتهم اهلينا في مصر يا جماعة اطلبونا الحجة سعاد انا عارفة على فكرة بالمناسبة عايزة اقول لحضرتكم الحجة سعاد ما عندهاش تليفون واللي عمل دا حد لازم اشكره دا 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 واحد هو اللي بعيت لي الحالة يعني مش هي اللي تواصلت معايا هو بعت وقال انا فلان الفلاني في حالة كذا انا عارفهم وارجوكو انا عارف ان انتو تستجيبوا للحالات دي ارجوكو تواصلوا معاهم فاحنا تواصلنا مع الحجة سعادة عن طريق حد تخيلوا الجمال تخيلوا الجمال بتاع الناس ربنا يا كريمة كسيت الرئيس يا رب